بلا شك أن المجتمع العلمي يتفق على شروط صفة العلمية للعالم للشخصيات الاعتبارية المشتغلة بالعلوم في جميع حقولها فمن هو العالم عند الجماعة العلمية؟ منشأ هذه المناقشة هو أن الدكتور الفايد لا يقر بوجود عالم في الشريع وغاية ما هو مقتنع به أن يصفه بالفقيه أو المفسر أو الواعظ هذا مضمون نص كلامه على لسانه والدليل عنده هو أن الفقيه لم يدرس العلوم الكونية وهي الفيزياء والرياضيات والطبيعيات والفلك والطب وهلما جر بعبارة أخرى لن يكون الفقيه عالما عند الفايد حتى يكون مستوعبا لجميع العلوم كشرط جديد عنده لكن إذا رجعنا إلى فقه العلوم أو تاريف العلوم ومناهجها سنجد العلوم حقولا مختلفة منها ما هو مرتبط بالآخر ومنها ما هو مستقل بذاته ومنها ما هو جزئي داخل الحقل العلمي الواحد وتبعا لذلك فالجماعة العلمية عبر التاريخ لم تشترط يوما شرط شمولية العلوم لتعطي صفة العالم لمن اختص بواحد من الحقول أو أكثر فمثلا لك أن تطلع على تراجم العلماء في كل الحقول لتجد وصف العالم يلحق بالفيلسوف في الفلسفة كأريستو وهو لم يقدم شيئا في كثير من العلوم وكان يوتن في اللهوت والفيزياء ولا علاقة له بالطب ولا بكثير من العلوم ومثله أنشتاي في الفيزياء والفلك ورياضيات ولا علاقة له لا بالطب ولا بالفلسفة ولا غيرها فهل مثل هؤلاء الذين لم يتصفوا بشمولية العلوم في علم الكونيات نفسه لا يستحقون صفة عالم عند الفايد أيضا؟ إذن فالعالم في المجتمع العلمي يمكن أن يكون عالما في تخصصه ويميزه في ذلك استيعابه وحفظه ونتاجه العلمي المؤثر في حل الإشكالات وتقديم الأصلح في مجال العلوم الذي يراهم خلاله المجتمع العلمي فيعطيه تلقائيا صفة العالم وعلى هذا درج الناس في كل زمان ومكان ولم يسبق أن قال أحد من المجتمع العلمي أن شرط العالم إتقانه لكل فنون العلم ومجالاته بل كما يعلم الفايد نفسه حتى في الطب يوجد تخصصات دقيقة على مستوى عضو واحد كالقلب ويوجد علماء في طب القلب وحده بل في فرع دقيق من فروعه إذا أسقطنا هذا المفهوم على مجال الشريعة فإن الفقيه المتمرس على صناعة الفتوى هو عالم شمل علوما آلية وشرعية عديدة لتعطى له أهلية هذه الصنعة ويصبح بها عالما ولا يقل ما يتطلبه هذا الأمر عن متطلبات العالم في الفيزياء من حفظ وفهم واستيعاب وفتنة وقس على ذلك عالم الحديث والفقه كالإمام البخاري ومسلم وأبي الحسن القطان الفاسي وابن حجر والدار قطني والإمام مالك وأحمد والشافعي وأبي حنيفة النعمان قديما وحديثا كالألباني في الحديث وفي الفقه كمصطفى بن حمزة وعلماء المجلس العلمي في المغرب وغيرهم وعلم التفسير كابن كثير والقرطبي قديما وحديثا مثل عبدالرحمن المغراوي المراكشي صاحب التفسير في أربعين مجلدا ومصطفى البوحياوي صاحب الدقائق القرآنية وعلماء القراءات كالقراء العشرة والشاطبي وابن الجزري قديما وحديثا مثل عبدالرافع رضوان والنبلسي المراكشي صاحب علو السند والإتقان في القراءات إقراءا وتأليفا وغيرهم وعلماء الفكر والفلسفة قديما كابن رشد وحديثا كالمفكر إدريس الجابري الفاسي وغيرهم فكل هؤلاء علماء في مجالاتهم واختصاصاتهم لا يستطيع الفايد ولا ملء الأرض من مثله أن ينتزع عنهم صفة العلمية العالم